أدنت مصر الهجوم الإرهابية الذي استهدف فندقا في جنوب مقديشو والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين وتضمن البيان إعراب جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة لحكومة والشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين متمنية الشفاء العاجل للمصابين هذا وتؤكد مصر تضامونها ودعمها الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب دعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتكفي في منابعه